مركز مصر للبيانات والحسابة السحابية الحكومية واللي افتتح وسيطة الرئيس الرئيس تكلم عن أهمية توجيه الشباب لدراسة البرمجة وعلوم البيانات باعتبار أن هذه المجالات هي مستقبل الوظائف مش بس في مصر ده في العالم كل صحيح يا شازلي خاني نعرف تفاصيل أكتر عن وظائف المستقبل عن الدراسات والتخصصات المطلوب من الشباب أنهم يتجهوا لها وإزاي الذكاء الاصطناعي هيكون عامل مؤثر في هذه المجالات كلها هذه الأسئلة هنعرفها النهاردة مع دكتر محمد محمود عبدالوهاب مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجماعة القاهرة ونورنا في السوديو سبع الخير يا مصر سبع الخير يا حديك دكتر أهلا وسهلا يا فندم يا أهلا بيك يا دكتر منورنا الحمد لله أهلا وسهلا يا فندم في البداية خلينا نسأل حضرتك عن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديته عن أهمية توجيه الطلاب لدراسة التكنولوجيا والبرمجة أهمية هذه الدراسة يا فندم وفكرة دخولها في مجالات كتير جدا مدى تدخل التكنولوجيا والبرمجة في المجالات بشكل عام أولا هي من الأحيات اللي يمكن تكون موجودة في العالم كله كله مش محتاجة يمكن موات خام مش محتاجة محتاجة تكاليف كتير مش محتاجة يعني هي من الصناعات السعل جدا أننا نبتدي ندخل منها دخل كبير للبلد من غير ما يكون محتاجين نبني مصانع محتاجين نشتغل في حاجات كتير فهو يمكن من أكتر الوظائف اللي فيه دول كتير تقدمت للمستقبل وبقى عندها دخل كبير جدا من المجال بتاع أنا مش عايز أحصر الموضوع في الزكال الصناعي والكلاود كومبيوتينج أونلي أنا بتكلم عن البرمجة عموما كمجال أكبر وأوسع بكتير بكتير لأنه الزكال الصناعي والكلاود كومبيوتينج هو جزء من مجال الكمبيوتر بروجراميج عموما يعني عظيم سواء البرمجة أو الزكال الصناعي مش هنقول هي المستقبل ده هي الحاضر دلوقتي يعني دلوقتي في اتجاه من العالم كله إلى مثل هذا النوع من التكنولوجيا وبدأنا وزي ما كنت حضرتك بتتكلم دخلنا في كل المجالات مضبوط يا فندا هي الفكرة أن ما فيش حاجة في حياتنا كلها ما فيهاش برمجة التابلت العريك ماسكو فيه برمجة التلاجة فيها برمجة الغسالة فيها برمجة التلفزيون فيه برمجة العربية فيها برمجة المجال نفسه داخل في حياتنا الموبايل فيه برمجة كل الأجهزة وكل الحاجات اللي بوجودة في حياتنا الشخصية اللي كلنا بنتعامل معاها من أكتر شخص بسيط ممكن يكون ما نالش عظه من التعليم كويس لأكتر حد متقدم بيتعامل مع أجهزة فيها البرمجة دخلة في حياتها جميلة البرمجة دي بقى إحنا اللي عندنها إحنا مشاركين في جزء منها في جزء منها هو العالم ما معادش في حاجة في العالم اسمها إحنا وهما قوي لأن إحنا بقى كل حاجة في الدنيا فيها تعاون ما بين كل دول العالم علشان خاطر أن الحاجة دي تتعمل وتوصل يعني ما فيش حاجة اسمها أنه حاجة بتاعة مكان وحاجة بتاعة مكان تاني خلينا برضو مبساطة أكتر على سادة مشاهدين مصطلح برمجة يعني إيه برمجة وموجودة في أي تخصصات وأي تخصصات هيستفيد منها طيب خلينا بسط لحضراتك الفكرة كلها أنا بكلم حضراتك دلوقتي بلغة اسمها اللغة العربية حضراتك بتفهمي اللي أنا بقوله لأنك حضراتك عارفة عربي وتعلمتيه سواء في المدرسة أو أهلك في البيت أو حاجة زي كده الكمبيوتر كجهاز ليه لغات بيتكلم بيها محتاجين شخص يفهم اللغة ويعرف يتكلم بيها عشان يفهم الكمبيوتر إحنا عايزينه يعمل لنا إيه؟ بمعنى صح البرمجة هي طريقة هي اللغة اللي بنكلم بيها الأجهزة كمبرمجين علشان نوصله الفكرة اللي عايزين الجهاز ده يعاملها لنا بس هو ده باختصار شديد هو ده معنى كلمة البرمجة والتخصصات اللي اللي بيتداخل معها البرمجة دلوقتي خلاص بقت يعني خلانون شايعا في كل التخصصات تقليدها مكتر؟ مفيش تقريبا وظيفة أو شركة أو مكان ما بيحتاجش البرمجة بطريقة ما عشان يعملها الموبايل أبليكيشن بيتعمل ببرمجة الويب سايت بتتعمل ببرمجة فالدفايس يعني مثلا هقول لحضرتك لما تيجي تركيني العربية فبيطلع لك كاميرا توريلك شكل مثلا الشارع من وراء ويزمر لما العربية تقرب من حاجة علشان ما تخبط ما تعملش حاسة بها دي كلها سنسورز وحاجات متبرمجة علشان خطر تعمل زي كده التلفزيون لما بيطلع لحضرتك مثلا شكل الصوت هو بيعلي الإشارة اللي بتطلع اللي هو لما بدوس على ريموت كنترول أو الحاجات دي والتاكست اللي بيطلع عن شاشة والحاجات اللي بتطلع بها دي كلها برمجة المايكرويف مثلا لما بزبطه على الساسي يسخن لمدة عدد معين من الدقايق علشان يشتغل ده برمجة الأسنسير الديجي تلسكرين اللي بتبقى طلع فيه اللي بتقولك هو وقف الدور الكام وهيطلع لفين وهو وصل ولا لسه الطريقة للأسنسير نفسه بيسكاديول بيها إيه الدور اللي عليه الدور إنه يقف فيه يعني أنا مثلا في عشر بني أدمين داسوا على الأدوار اللي هم عايزانا أدوار مختلفة الأسنسير محتاج يختار من الدور اللي عليه الدور إنه يقف فيه ده برمجة يعني فأنا يعني أنا عملا نقل ما بين أشكال مختلفة من الحاجات وحتلاقي أن البرمجة داخلها في كل حاجة دي اختيار الدور مثلا بتاع الأسنسير دي بروبلم مشهورة اسمها السكاديولينك بروبلم السكاديولينك بروبلم هي إزاي الأسنسير إزاي يختار الدور اللي عليه الدور إنه يقف فيه فيه ناس بتقول الدور الأقرب فيه ناس بتقول الدور اللي الريكوست بتاعه أقدم فيه ناس بتقول إفا ودي كلها طرق مختلفة للاختيار وكل مكان بيبرمج على أساسه طب أنا لو عندي مجموعة أسنسيرات في مستشفى مثلا هيبقى بدي بريوريتي أعلى للأدوار اللي فيها قوض عمليات طوار الأسنسيرات الخاصة بالمرضى أو كده وكل ده فتح أبواب لوظائف جديدة وبحسب التقارير إنه فيه خلال الكم سنة اللي جاية فيه وظائف هتنتهي وفيه وظائف جديدة هتظهر أهمية إن إحنا نتعلم هذه الوظائف ومن خلال كلية الزكاء الاصطناعي إقبال الشباب على التعلم في هذه الكلية والأقسام بتاعتها كمان طيب هو فيه مفهوم خاطئ شوية أو خطأ شائع إن فيه وظائف بتنتهي هي الفكرة إن فيه وظائف بتتغير طريقة الشغل بتاعها مش بتنتهي عادي لحضرتك مثال صغير من 50-60 سنة لما ظهر الكالكوليتور هل ده معنى إن المحاسبين قعدوا في بيتهم أو بطلوا يشتغلون بقوا بيستخدموا الكالكوليتور كنوع من أنواع الحاجة اللي بتسهل شغلهم أكيد اللي كان متعود أنه يحسب بورق أو ألم يمكن وقرر أنه ما يوكبش التطور اللي حصل هو ده اللي اضطر يقعد في بيته خلينا وقايم برضو الشركة مثلا بدلت مكارتها تعتمد على خمس ست محاسبين عشان يعملوا عملية حسابية بأيديهم مع انتشار الحزبة وتطورها في العمليات اللي بتأملها فهنتمد على محاسب واحد فقط ما هو ده الفندم لو هو تطور هيبقى فيه شركات لو الأربعة دول تطوروا هيبقى فيه شركات أخرى هتبقى عايزاهم برضو فهي الفكرة كلها أنت بحتاج أنك أنت تتطور من مهاراتك ومن إمكانيانك يعني مختلفة يعني زي ما حدك قلت تتطور فعلا فبالتالي بدل مكان المساحة أو القدرة العقلية والذهنية للحسابات بإنما نستخدم كالكليتر فبقى إنما نستخدم ممكن ونطور القدرات الذهنية والعقلية دي لإستخدامها في حاجات تانية أو مهام أوفر مضبوط يا فندم طيب ونحن نتكلم على الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتكنولوجيا يعني ممكن حد يقول طب يعني أنا دلوقتي عايزة درس طب فأنا طب مفروض أنها هحتاج الذكاء الاصطناعي فهل فكرة أنه تعمم مواد متعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كل الجامعات بمختلف المجالات ده مهم يا دكتور؟ خليني أقول لخضرتك هو إحنا عندنا يمكن أزمة صغيرة محتاجين ناخد بالنا منها أكتر شوية هي أن لحد النهاردة تعليم الكمبيوتر والبرمجة يعتبر في المدارس قبل الجامعات حاجة مش مهمة بمعنى أصح مادة الكمبيوتر هي مادة لا بتدخل في مجموع ولا بتتحسب ولا يعني اللي بيدخل كلية حاسبات درجته في العربي أهم من درجته في الكمبيوتر يعني هو لو سائد في الكمبيوتر وجايب ماء من ماء في العربي هيدخل الجامعة عادي بسيطة الوضع اختلف شوية يا دكتور يعني أظن المقاطع الوضع اختلف شوية ممكن على أيامنا إحنا زي محذيك بتقول كانت حصة الكمبيوتر حصة تكملية بس دلوقتي أصلا تربع الطلب وشغلهم على لابتوبس وآيباد الفرق ما بين دراسة أن أنا أكون كومبيوتر يوزر وما بين أن أنا أدرس برمجة نفسها يعني أنا هقول لحضرتك الفيزياء والكيميا والأحياء والعربي والحاجات اللي هي بتحدد مجموع الشخص اللي بتحدده وبعد كده هيخش جامعة إيه ولا لأ أو كده دي حاجات دخلة في المجموع نفسه لكن مادة الكمبيوتر بتعامل زي الألعاب والرياضة والحاجات الطرفية هي الإضافية أنا مش بتكلم عن استخدام الكمبيوتر كآلة اللي هي بقى كلنا مضطرين نستخدمها أنا بتكلم عن دراسة البرمجة نفسها لحد النهاردة ومن وجهة نظري فكرة تأجيل دراسة البرمجة للجامعات مش القرار السليم أو المظبوط قوي لأن احنا محتاجين ندرس برمجة في سن أصغر من كده بكتير أنا ابتديت أتعلم وانا في سنة ثالثة ابتدائي بس أنا ظروفي يمكن كانت كويسة يمكن بابايا الله رحمه كان مهندس تصالات وكان عارف الموضوع من بدري وكان شايف المستقبل من ساعتها وفي التمانينات عشان يبقى واحد عنده كمبيوتر في البيت وحاجات زي كده ما كانتش حاجة سهلة بس فهو شايف ده من بدري وفتح لي الفرصة والفرصة ده فبقى قدامي فرصة أن أنا أتقدم وأن أنا وصل اللي أنا وصلت له احنا محتاجين نساعد الناس أن يكون عندهم الفرصة دي وإحنا عندنا عقول متميزة في كل حتة وفي كل مكان نقدر نساعدهم أكتر أنت جاوبت على السؤال اللي كنت هسألك عليه دلوقتي اللي هو من سن كام نبتدي نتعلم فتتكلم من ثالثة تدقي لكن الفكرة في الظروف وممكن من أصغر كده كمان يا فندم في برامج ينفع تتعمل هو الاهتمام بالتعليم وابتدى يبقى فيه شركات وحاجات مهتمة بالتعليم بتعليم البرمجة موجودة في كل حتة دلوقتي أنا مش عايز أقول أسمعه عشان إعلانات ماسية موجودة ممكن الناس تدور عليها وتوصل لها تقدر تودي ولادها فيها وتعملها فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا بس الفكرة كلها أنه لحد النهاردة الفكر بتاع المجتمع أنه ده أنا شطر فيه زي لعب الرياضة أو زي روح النادي أو زي كده ما هيش حاجة في أساس تعليم شبابنا لسه موجودة وده ما بيبتديش هيبقى هو أساس التعليم غير في المرحلة الجامعية ويمكن كمان الحقيقة بعد كلام سيد الرئيس عن أهمية دراسة البرمجة فيه إحدى الشركات ذكرت أنه الإقبال الحقيقة كان يعني غير مسبوق على هذه الكليات بشكل كبير وده مؤشر مهم جدا لأنه الشركة ذكرت أنه بالنص أنه إقبال تاريخي فدي مؤشر مهم جدا والحقيقة يعني إحنا بحاجة لده زي ما حدريك قلت إحنا عندنا عقول يعني محترمة جدا وتقدر أنها يتخرج علماء في هذا المجال الحقيق طيب زي ما حدريك قلت حدريك أثرت نقطة مهمة فكرة أنه فكرة التعامل مع اللابتوبس الموبايلز السمارت عمتا ديفايزز دلوقتي بقت شائعة جدا هي أجهزة الذكية الأجهزة كلها بقت دكية فعندنا قدرة على التعامل مع حتى الأطفال من هما صغيرين فكرة أن أنا حول شغف ابني أو بنتي من التعامل مع الأجهزة الذكية دي إن كان سمارت فون أي إن كان الديفايز أو جهاز اللي بتعامل عليه لشغف بالبرمجة أو شغف بالتكنولوجي بشكل عام أقدر أحوله من هو صغير؟ طبعا يا فندم يعني هو فيه زي ما قلت لحضرتك يعني اختيار أن موجود الشركات اللي متخصصة في تعليم البرمجة للأطفال أو يعني فيه من أول ابتدائي زي ما أنا قلت لحضرتك فيه سن التينيجرز دول برضو ليهم بروجرامز مخصوصة ليهم وفيه للجامعة وفيه كمان بعض الحاجات بتبقى مخصصة للخارجين اللي عايز يغير الكرير بتاعه اللي هو ما درسش أو ما دخلش وعايز ياخد كورسات مثلا ياخد كورسات مكسفة إنه يغير الكرير بتاعه بس أنا عندي يعني تعليم صغير هنا إن إحنا عندنا تحديات أخرى محتاجين برضو جنب التعليم إن إحنا نهتم نهتم بيها يعني أنا شايف إن فيه أربع أنواع من الوظائف اللي ليها علاقة بمجال البرمجة المصريين اللي بيسافروا يشتغلوا برا والمصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية جوه مصر والمصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية برا مصر بس هم عايشين جوه مصر والشركات الناشئة أو ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة الصغيرة اللي بتتبني الأربع أنواع دول كل واحد منهم في تحديات بتواجهوا وفي قوانين ممكن تكون محتاجين نرجع نبص عليها ونشوف إزاي ممكن نغيرها بحيث أنها تساعدهم أو تحسل تساهل عليهم أكثر يعني النوع الأول يمكن أكثرهم حظاً اللي هو بيقدر يسافر يشتغل برة يمكن ده أكثرهم حظاً يمكن مشاكله الوحيدة بتبقى في سنة التجنيد أو أول ما يتخرج أنهم بيبقى عارف يسافر بيبقى جاي لوجه يعني جوب أفر ومش ليعارف يخرج إلا ما يخلص السنة وده قدرنا نبتدي نتغلب عليه لما طلع القانون ده النوع الأول النوع الثاني المصريين اللي بيشتغلوا في شركات عالمية وهم عايشين في مصر دول بيواجهوا مشاكل زي إزاي يقدر يفتح حساب بالعملات الأجنبية وهو فريلانسر وما معهوش وظيفة في البطاقة أو ما معهوش كده لأنه ما بيبقاش موظف في شركة فالبنوك بترفض كده أو بتقوله هاتلي إثبات دخل وعادة لما بيطلع له جواب من الشركة اللي هو بيشتغل فيها برة الشركات البنوك في مصر ما بتعترفش بيها أو كده فبيبقى عنده مشكلة دايما في أن هو يتحوله مرتبه أو يقصيله أو أن البنك دايما شايفه بيتحوله فلوس من بره وهو ما عندهوش إثبات بطريقة ما هو ليه ده مصدر الدخل النوع الثالث الشركات العالمية اللي بتفتح في مصر هنا ويمكن بيئة الاستثمار بقى والضرائب والحاجات اللي تشجع الشركات العالمية أنها تفتح يعني أغلب الشركات بتفتح في مصر حاجات تسويقية حاجات كده لكن أنها تفتح development center هنا ده مش موجود كتير يعني يمكن موجود في دول حوالينا كتير بس مش موجود لسه عندنا أن نشجع الشركات العالمية أنها هيكون عندها كده أما بقى رواد الأعمال بقى والمشاريع الصغيرة الاهتمام بهم أكتر الإعفاء من الضرائب مثلا التعامل معهم تسهيل القوانين بتاعت فتح وإنشاء الشركات طرق التمويل المختلفة طبعا كل هذه الأمور زكارتي يجب النظر أو عادة النظر فيها مرة تانية من أجل التسهيل على هذه الصناعة الحيوية والمهمة ونحن بدأتكلم عن الوظائف إيه أبرز الوظائف؟ يعني أنا مثلا زي ما حد ذكرت كده أنا ممكن أن أكون شغال في شركة عالمية وأنا قاعد في بيتي من خلال الكمبيوتر بتاعي بتواصل معهم بقدمهم الخدمة اللي هم محتاجينها وفي نفس الوقت بيكون عندي مظر دخل بالعملة الصعبة المرتبات بتاعتها عاملة زي ده المهم الناس عايزة تسأل بص يا فندم هو ما فيش حاجة سمع المرتبات بتاعتها عاملة زي قدمة الاهتمام ببناء السكيلز بتاع الشخص كلما الشخص يكون سكيلز أكتر كلما هي حيقدر يجيب مرتب أعلى وأكتر وكده لو أنا هتميت بالتعليم بتاع الشخص من هو صغير لو هو تطور لو هو قدر أن هو يوصل حيقدر ياخد الوظيفة في الوظيفة في شركات كتير بتشوف من وجهة نظرها أنه أوفر لها أنها تشغل الشخص وهو قاعد في بيته طبعا الشخص اللي قاعد في بيته ده يمكن محتاجين برضو نحاول نلاقي حل لبعض المشاكل زي الكهرباء والإنترنت والحاجات اللي بتقطع والحاجات دي لأن دي يمكن تكون عائق من ضمن العواقق اللي بيكون قدام الناس اللي قاعدة بتشتغل بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه يمكن فيه وظائف كتير جدا جدا فيه شخص مطور فيه شخص ديزاينر فيه شخص فتنان بيرسم فيه شخص بيعمل فيديوز فيه شخص بيعابل فيه شخص بيكتب بيسجل فيس اوفر فيه شخص بي كل الوظائف اللي ليه علاقة مش بالبرمجة بس الحاجات اللي بتخدم البرمجة الثمان زي الجرافيكس ديزاينر والحاجات الأخرى بيبقاليها حاجات بتقدر تساعد المبرمج إنه هو يشتغل طبعا إحنا يعني كنت بتشير لأهمية دراسة البرمجة لأنها بالفعل هي متدخلة في كل نواحي حياتنا كل المجالات تقريبا بقت داخل فيها فكرة دراسة التكنولوجيا ودراسة البرمجة وما إلى ذلك خلاص يعني فكرة أن يبقى فيه طالب أو طالبة أو حد هيتخرج ما عندوش خلفية عن البرمجة بشكل أو بآخر هو بعيد أوي يعني هو بجد منفصل عن الواقع كمان فكرة وجود دراسة البرمجة من سن صغير يعني نقطة مهمة جدا هي مهمة أن احنا نلقي الضوء عليها لأي حال طبعا نشكر حضرت جزيل الشكر دكتور محمد محمود عبدالوهاب المدرس بوكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة نورتنا وانا عندي بس نقطة أخيرة أحبة بقولها قبل ما نحن نختم الاهتمام بمسابقات البرمجة اللي بتبقى موجودة في كل كده فيه مسابقات لطلبة المدارس وفيه مسابقات للبجامعات وفيه مسابقات للخارجين أنا لست راجع من مدينة الأقصر الأسبوع اللي فات كان عندنا مسابقة عالمية في مصر على مستوى العالم كله شارك فيها حوالي 280 فريق من أغلب دول العالم وكانت تحت رعاية دكتور عمر طلعت وزير الاتصالات كان موجود معنا والصراحة كانت من أهم وأكبر الإيفنس اللي حصلت في البرمجة على مستوى العالم فحنا محتاجين نهتم من النوع ده من الحاجات كمان طبعا وإحنا كبرنامج سبع الخير مصر مهتمين طبعا بهذا المجال جيدا ومتابعين بشكل مستمر لكل ما يصل إليه العلم في هذا المجال بنشكر حضرة جزيرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك